اشتركوا في القناة لأول مرة منذ عامين وبعدما كان اقتصار إقامتها في المنازل ها هي صلاة عيد الفطر المبارك تقام من جديد بتجمع جموع المصلين لآدائها في مصليات المملكة التي حددتها إدارة الأوقاف السنية دون فرض قيود صحية مرتبطة بفيروس كورونا لا شك أن اليوم الفرحة كما يقال فرحتان فرحة هذا العيد المبارك تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم وفرحة هذا الاجتماع وهذا اللقاء بهذه الجموع المباركة من المؤمنين والمؤمنات بعد هذا الانقطاع الذي خيم على الناس فيه البوعد والحزن وغير ذلك فعندما يرى المؤمن عودة الحياة إلى طبيعتها وإلى مجراها يحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة العافية قدموا فرحاً مستبشرين برضاً من الله وبقبول طاعاتهم وعباداتهم التي اجتهدوا بها خلال شهر رمضان شهر الصوم والغفران ليكافئهم رب العزة بيوم الجائزة الذي عظمه ليتعاظم في نفوسهم برقة قلوب عباد كبروا إلهاً فرداً صمداً جاءوا يرجون رحمته ولن يردهم خائبين ليمن عليهم برصيد وافر من العطايا وبشارات يختص بها عباده المؤمنين الذين ماء تشرق شمس الأول من شوال حتى يبدأون بترديد التكبيرات إجلالاً لخالقهم وشكراً له على ما هداهم وفضل عليهم بنعمة الإسلام التي ليس كمثلها نعمة طامعين بقبول حصاد صيامهم ليستبشروا بموفور الأجر وبنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء الحمد لله عبد من قطاع سنتين بعد الجاحة اللي صارت والناس كانت في هام وفي غام والله سبحانه وتعالى الحمد لله فرج علينا وهنا فرحانين يعني فرحة عظيمة نحمد الله تعالى أن من علينا في هذا اليوم المبارك العودة إلى الحياة الاعتيادية وأداء صلاة العيد في مصلى العيد هنا بجانب قلعة الرفاع بهذه المناسبة مثل هذه التجمعات ومثل هذه الأعياد ذكرنا بالمحبة وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم ونقول للجميع عيد مبارك وكل عام وأنتم بخير الحمد لله عز وجل على تواجدنا في مصلى مدينة الرفاع كان يوم كثير جميل للجميع يعني شفنا فيه بحجة الأطفال شفنا فيه فرح الكبار يوم المسلمين عيد المسلمين وفي عيدين للمسلمين فقط عيد الأضحى وعيد الفطر وانهلنا جميع المسلمين والمسلمات يا رب العالمين صلاة عيد الفطر المبارك إحدى السنن الواردة عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم والتي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها فهي من لها فضل عظيم وفيها تطهير عميق للنفس يفوز مصليها بثواب وأجر كبيرين لتلفزيون البحرين محمد رشيدات ترجمة نانسي قنقر